مشاهدين التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجازو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر واجهت موجات عتية من الإرهاب الأسود وتحالفا ملعونا بين قوى الشر ودمار أرادت وما زالت تريد النيل من وطننا وفي كلمته بمناسبة الذكرى التساعة لثورة الثلاثين من يونيو شدد الرئيس السيسي على أن مصر واجهت وضعا اقتصاديا غير مسبوق بصمود أسطوري لشعب عظيم ليمضي شعبها في المسارين معا البقاء والبناء مشيرا إلى أن المجهود الهائل الذي بدلته مصر خلال السنوات الماضية أصبح سندا في مواجهة اتنتين من أصعب الأزمات العالمية وأكثرها قصوى على جميع دول العالم وهما جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية هذا وأوضح الرئيس السيسي أنه لولا البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بنجاح ودقة منذ عام 2016 وما تحقق في السنوات الماضية من جهود تموية تصابق الزمن لكانت مواجهة تدعيات الأوضاع الدولية الحالية أمرا في غاية الصعوبة أكدت النيابة العامة أن المتهم الذي أرشد عن وقاعة مقتر الإعلامية شيماء جمال والذي سبق وصدر قرار بحبسه احتياطيا بمثابة فاعل أصلي لجريمة القتل وذلك في ضوء قيامه بالاشتراك مع زوج المجن عليها في التخطيط والتنفيذ وذكرت النيابة العامة في بيارد لها أن المتهمة أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال بعد ظهور جثمان الضحية التي أقر خلالها بتصريح زوج المجن عليها إليها بتفكيره في قتلها قبل ارتكاب الجريمة بفترة ووضعهما لذلك معا مخططا لقتلها وقبوله مستعدته في تنفيذ هذا المخطط وقيامهما بدفنها سويا نظير مبلغ مالي وعده به وأشرت النيابة إلى أن هذه الوقائع تجعل المتهم فاعلا أصليا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي أكد رئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أن أسحاب القوات الروسية من جزيرة الأفعى الأوكرانية في البحر الأسود لا يضمن أمن بلاده وقال زيلينسكي أن الجزيرة تتعد نقطة استراتيجية هامة واستعادتها يغير الوضع الاستراتيجي في البحر الأسود بشكل كبير وفي سياق متصل أكد زيلينسكي أن الوضع في دونباس لا يزال صعبا للغاية أكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف استحال تحل مشاكل الاقتصاد العالمي بمعزل عن روسيا في مجموعة العشرين وفي وقت سابق قال بيسكوف أن رئيس الروسي فولاديمير بوتين لم يقرر بعد ما إذا كان سيشارك في قمة مجموعة العشرين أم لا لافتا إلى أن روسيا ستكون حاضرة بشكل أو بآخر في هذه القمة قال رئيس الوزراء الإسباني بيدر سانشاز أن دول حل في شمال الأطلنطية النيتو لن تدخل في صراع عسكري مع روسيا وفي مقابلة تلفزيونية شدد سانشاز على مواصلة دعم أوكرانيا لافتا إلى أن الأزمة يمكن أن تستمر لفترة طويلة هذا وأشر سانشاز إلى أن قطع إمدادات الغاز من روسيا من المخاطر المحيطة مشددا على ضرورة الاستعداد لكل الاحتمالات قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسو تاكس إن بلاده اليونان طالبت من الولايات المتحدة الأمريكية شراء سرب من طائرات F-35 المقاتلة في إطار جهود البلاد لتعزيز قدراتها الدفاعية وعلى هامشي قمة حلف شمال الأطلسيق قال ميتسو تاكس للصحفيين إن بلاده أرسلت خطابا بطلب الشراء خلال الأيام الماضية مؤكدا أن هذه هي البداية لعملية طويلة وأن أثناء تقدر أنها لن تتسلم الطائرات قبل عام 2027 أو 2028 هذا وكانت اليونان قد تقدمت بطلب شراء 24 طائرة مقاتلة فرنسية الصنع من تراز رفال بالإضافة إلى ثلاث فرقتة فرنسية قالت الشرطة الأمريكية إن تسعة أشخاص بينهم طفل واحد على الأقل أصيبوا في حادث إطلاق نار في نيوارك بولاية نيوجيرزي وأضاف المتحدث باسم حكومة نيوارك بول ملاف أن المصابين نقلوا إلى مستشفيين قريبين لافتا إلى أنهم جميعا في حالة مستقرة ويعالجون جراء الإصابة بطلقات نارية نهاية موجز التسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر لكن بعد الفاصل فابقوا معنا